أهلا بكم مجددا أصدرت وزارة الدفاع الروسي أمس الاثنين بيانا حربيا قالت فيه إن القوات الجوية الروسية قتلت أكثر من مئة مسلح مرتزق من بولندا وألبانيا بالقرب من مدينة خاركيف وذلك باستخدام أسلحة عالية الدقة كما أصابت أكثر من خمسين آخرين بجروح هذا واستهدفت القوات الروسية عددا من مستودعات الذخيرة ومستودعات الوقود الأوكرانية في المنطقة في اليوم ذاته ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية حاولت اختراق الدفاعات الأوكرانية في خاركيف لكن الجيش الأوكراني تصدى لها ولم تنجح الهجمات الروسية في اتجاه سلافيانيسك وكراماتورسك وأفديفكا في منطقة دونياتسك في سياق متصل نقلت تويكلة أنباء سبوتنيكا الروسية عن مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي يوم الأحد قوله أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبط هجوما إرهابيا أعدته وكلة الاستخبارات الأوكرانية على منشآت للنفط والغاز الطبيعي في فولغوغراد أوبلاست بروسيا